وكان الجنرال فون ساندرس باشا يبذل قصار الجهد لجمع شتات ما تبقى من الجيوش التركية المتراجعة بادي أنذيبد في رياق فلم يتوفق لكنه توصل بعد ذلك إلى تأليف قوتين كل منهما تعد خمسة آلاف مقاتل وأمر إحداهما وكانت بقيادة مصطفى كمال باشا بصد القوى الحليفة في مشارف المعرة وتجمعت الثانية في شمال حلب وفي التاسع عشر من تشرين الأول دخلت القوات الإنجليزية وفي مقدمتها قوة عربية غير نظامية إلى حماه ولكنها لم تتمكن من التقدم إذ لاقت مقاومة عنيفة من القوات التي تحت قيادة مصطفى كمال فاستنجدت قوة العقيب البريطانية بفيصل فأسرعت الحملة العسكرية العربية بقيادة علي جودة لمعاونتها مع جموع المتطوعين العرب فدخلت حماه ثم تمكنت القوة العربية بمساندة السيارات المدرعة الحليفة في الثالث عشر منه من التغلب على القوى التركية في تلول المعرة وأبو الظهور بقيادة تحسين علي بسبب مرض علي جودة واضطراره للبقاء في حماه وزاد عدد القوة العربية بمن ضم إليها من عرب الشمال وفي الرابع والعشرين من تشرين الأول كانت حلب تعج بالعرب المسلحين الذين ينتظرون الهجوم ليشتركوا به وفي الخامس والعشرين منه هاجمت قوى الأمير التي استلم قيادتها نور السعيد حلب وبرغم المقاومة التي أبدتها قوى مصطفى كمال فقد تغلبت عليها القوات العربية واستولت على دار الحكومة مساء الخامس والعشرين من تشرين الأول بعد أن انضم إليها كل من تمكن من حمل السلاح من أهل المدينة الأمر الذي اضطر مصطفى كمال إلى إخلاء مدينة حلب ومشارفها بسرعة فدخلتها على الأثر القوى البريطانية أي في السادس والعشرين منه وكانت الدولة العثمانية قد عقدت الهدنة مع الحلفاء وساد الاعتقاد بأن حالة الحرب قد انتهت مع الترك ولم يكن أحد يعتقد أن الصلحة معهم لن يتم إلا بعد أربع سنوات وفي هذه المدة ظلت سوريا معتبرة جزءا من أراضي العدو المحتلة وقد استلم الجيش العربي زمام الأمور في حلب وفي الثلاثين منه كان قد استلم مصطفى كمال القيادة من الألمان في كليكيا وعين الأمير شكر باشا الأيوبي حاكما مؤقتا لحلب وهكذا تم الاستلاء على سوريا وانضم لخدمة الحكومة كافة الموظفين العرب الذين وجدوا فيها أو تمكنوا من الوصول إليها من سوريين وفلسطينيين وعراقيين وكل الضباط العرب الذين كانوا في خدمة الجيش التركي وانسحبوا منه فارتأ ياسين باشا بالاتفاق مع رضا باشا تحت ضغط الظروف حل جيش الشمال الذي دخل دمشق ظافرا بقيادة فيصل بعد جهاد مرير وإجراء تشكيلات جديدة للجيش فعين الأمير ياسين باشا الهاشمي رئيسا للشورى العسكرية ودخل جميع الضباط في خدمة الجيش وشكلت ثلاث فرق فرقة في حلب وواحدة في دمشق وأخرى في درعة وعين جميع الموظفين العرب القادمين إلى سوريا في وظائف الدولة التي شغرت بمناسبة نزوح الموظفين الأتراك من البلاد ولما لم يبقى وظيفة لقائد الجيش الشمالي جعفر باشا العسكري الذي حارب بامرة فيصل من الحجاز إلى العقبة إلى قبيل دخول دمشق إذ كان مجازا في مصر في تلك الأيام للتداوي والاستجمام فقد صدر الأمر بعد وصوله لدمشق بتعيينه حاكما لحلب محل حاكمها المؤقت وسمي نور باشا السعيد رئيسا لمرافق الأمير بعد أن تتوج جهاده ورفاقه بالتوفيق باستلامه زمام الأمور في حلب وعمله لتعود أعمال الدولة فيها إلى حالتها الطبيعية وإن انتهاءنا لهذه النتيجة السعيدة جعلنا نخفف من قيود قبول الأعضاء في الفتاة وارتأينا أن كل من كان يليق الاستلام عمل هام في الدولة الناشئة يستحق أن يكون عضوا من أعضائها وبذلك أصبح أكثر المتربعين في الوظائف الرئيسية في الحكومة من أعضائها وبالنظر لكثرة الأعضاء رؤيا أن يقسموا إلى قسمين فمن دخل في الفتاة قبل دخول الجيش العربي لدمشق اعتبر عضواً أساسياً وله الحق بمعرفة جميع الأعضاء وأن ينتخب الهيئة الإدارية في كل سنة وقوامها سبعة أعضاء وكانوا إذ ذاك ياسين باشا الهاشمي وشكر القوتلي ورستوم حيدر وعزا دروزة ورفيق التميمي وتوفيق النطور والدكتور قدري ومن دخل في الفتاة بعد دخول الجيش العربي دمشق اعتبر عضواً عادياً ثم لم نكتفي بذلك بل رأينا أن يكون لنا مظهر خارجي يعمل كحزب سياسي في البلد فأسسنا حزب الاستقلال وانيط أمر الاشتغال به حسب توجيهات الهيئة الإدارية بتوفيق النطور وانتخب سكرتيراً مساعداً للحزب المحامي سعيد الغزي فنتج عن حسن التفاؤل الذي ساد الموقف نتيجة لم تكن مفيدة للوطن سيما بعد أن تقوض الحكم الوطني في سوريا سنة 1920 إذ لم تعد هنا أي رابطة قوية تربط أعضاء الفتاة في الوقت الذي كان يجب أن يستمر نضالها بتضحية واتحاد كالسابق فأثر هذا الوضع على من لم يكن منتصباً للجمعية ممن اعتادوا الوجهة من أهل الشام وعلى من كان يرغب في الوظائف ولم ينلها بسبب العهدة بها لمن هو أحق منه من شباب العرب فتشكلت جبهة ضعيفة تناوئ الحكم القائم لكن فيصل وجد في المثقفين من أبناء الشعب تقديراً ومساعدة وفي السابع من تشرين الثاني 1918 صدر تصريح إنجليزي فرنسي يطمئن أهل البلاد على مستقبلهم بعد القلق الذي ساورهم نتيجة لعدم تحقيق رغباتهم وهذا نصه إن السبب الذي من أجله حاربت فرنسا وإنجلترا في الشرق تلك الحرب التي أهاجتها مطامع الألمان إنما هو لتحرير الشعوب التي رزحت أجيالاً طوالاً تحت مظالم الترك تحريراً تاماً نهائياً وإقامة حكومات وإدارات وطنية تستمد سلطانها من اختيار الأهالي الوطنيين لها اختياراً حراً ولقد أجمعت فرنسا وإنجلترا على أن تؤيد ذلك بأن تشجع وتعين على إقامة هذه الحكومات والإدارات الوطنية في سوريا والعراق المنطقتين اللتين أتم الحلفاء تحريرهما وفي الأراضي التي ما زالوا يجاهدون في تحريرها وأن تساعد هذه الهيئات وتعترف بها عندما تؤسس فعلاً وليس من غرض لفرنسا وإنجلترا أن تنزل أهالي هذه المناطق إلى الحكم الذي تريدانه ولكن همهما الوحيد أن يتحقق بمعوناتهم ومساعدتهم المفيدة عمل هذه الحكومات والإدارات التي يختارها الأهلون من ذات أنفسهم وأن تضمن لهم عدلاً منزهاً يساوي بين الجميع ويساهل عليهم ترقية الأمور الاقتصادية في البلاد بإحياء مواهب الأهالي الوطنيين وتشجيعهم على نشر العلم وعضي حد للخلاف القديم الذي قضت به السياسة التركية تلك هي الأغراض التي ترمي إليها الحكومتان المتحالفتان في هذه الأقطار المحررة وقد أراد بعض من لا يفقهون المعاني المستترة خلف البيانات السياسية الرنانة العذبة من مدعي الوجاهة أن يعدوا هذا التصريح مستنداً رسمياً واعترافاً بنيل البلاد العربية المنفصلة عن تركيا استقلالها إلا أنني نظر لإقامتي مدة طويلة في باريس والطلاع على طراز المساعدات التي يعلنون أنهم يسندونها للمغرب الأقصى والجزائر وتونس والتي لم يكن من شأنها إلا استعباد أهل تلك الأقطار فقد اعتبرت هذا التصريح كارثة قاسمة لأنه اجتمل على المعونة والمساعدة من إنجلترا وفرنسا للحكومة العربية التي وضعنا أسسها في دمشق للاعتراف باستقلالها التام وقد ذكرت في هذه الأثناء ذلك الإعلان الذي نشر في جميع محطات السكك الحديدية وترامي في باريس يوم كنت فيها وقد جاء فيه أجوب استصلاح الأراضي الزراعية في الجزائر من واردات الحكومة المحلية وكان من شروط شراء هذه الأراضي أن يكون الراغب فرنسيا مستعمرا أي لا يحق لأحد من الجزائريين أن يتملك ما هو بحاجة إليه من هذه الأراضي فأين العدل؟ وهل هذا نمط المساعدة التي يعلنون عنها؟ ويمنون بإزدائها على أهل تلك البلاد؟ لذلك بحثت الفتاة هذا الأمر وقررت أن تعلن أن البلاد متمسكة باستقلالها التام ووحدتها وفقا للأسس التي قامت عليها ثورة الحسين العربية الكبرى وأيدتها البلاد كلها في قرارها هذا رغم تقولات الجبهة المعارضة الضعيفة وكان الأخ شكر القوتلي يعضدني بشدة لإسكات صوت جبهة الذوات المعارضة إذ كنا نحن الاثنان من هيئة الفتاة الإدارية الذان يسعهما لاطلاع بذلك بنجاح ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر